دكتور محمود كمان في لفتة الحقيقة وقرار مهم من قبل الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية بمنح كل مرشح 100 دقيقة مجاناً لعرض برنامجه ومحاوره شايف حضرتك هذا القرار مهم لأي مدى بما أننا نتكلم عن زيادة الوعي السياسة عند المواطنين وأهمية مشاركتهم الانتخابية يعني طبعاً ده قرار أهم جداً وقلنا نقول أن من البداية الشركة المتحدة طلعت بيان أنه على مسافة واحدة من كل المرشحين نشرت أخبار كل المرشحين عبر كل وسائلها واستكملت بهذا الأمر اللي أنا أعتقد المهم مش الأمر ده بس لكن كمان قالت للمرشحين لو عايزة الشركة تساعدهم في إعداد الإعلان في تجهيز الإعلان وإعداده كمان الشركة المتحدة بهمها ده كله بيأكد أن المساحة المتوفرة للمرشحين مساحة كويسة يستطيع أن يعمل من خلالها يستطيع أن يعرف المواطن ببرنامجه بخطته برؤيته فأعتقد ده كله يصب في مصلحة الديمقراطية في مصر هنا بعين الصحفي دكتور محمود وبعين كمان حضرتك بتشغل منصب رئيس مجلس أو رئيس اللجنة الخاصة بالثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ فأكيد حضرتك بترصد التخطيات والمتابعات في الفضائيات أو حتى في الصحف شايف التخطيات إزاي مع طبعا تزايد الاهتمام الشديد بما يحدث في غزة الآن إيه اللي ينقص هذه التخطيات مين المفترض نشتر عليه الفترة اللي جاي عشان يبقى فيه تخطية متوازنة لكافة المرشحين يعني طبعا أنا شايف كافة المرشحين ظهروا في كل القنوات تقريبا في كل الصحفة عملت مع محوارات وهم ممكن يكونوا أكثر احتياجا ممكن من المرشحة الرئاسي عفتاح السيسي من الظهور لأنه عنده تاريخ وعنده فترة بتتقيم عشر سنين عكس المرشحين المحتاجين يتعرف وأنا عجبني فريد زران اللي البعدة طرد عليه لما قال لحد سأله أنت معروف قال له أنا عارف أن أنا مش معروف للناس بسي راجل بيحاول وبيعرض حاجة وهو نفسه فريد زران ده اللي طلع وأنا كنت أعجبت بكلمته في مؤتمر الحوار الوطني وقال وعجبني المنطق إن أنا خدنا حاجة إنا في حاجات طلبناها اتعملت وفي حاجات طلبناها اتوعدنا بيها وما تعملتش ومنتظرين تتعمل والبعض انتقدوا بشدة وأنا كنت من مؤيدين لكلامه لأنها دي السياسة أنت بتطرح حاجات بتحصل عليها بتطرح حاجات تاني ما تصلش عليها لأن دايما أقول أن الأغلبية مش ملزمة لها تنفس كل طلبات المعارضة فهو عنده نهج السياسة الوقعية وده نهج أنا أحبه في السياسة اللي هو فكرة أنت بتخش تاخد حاجة بتخش بتكملها بتصار عشان تاخدها لكن فكرة أن أنا قاعد بقى لا أخدها كلها لا مش داخل مش هلعب دي مشكلة بيقع فيها عدد من السياسين المصريين فكرة العزوف مرة واحدة يعني ما عندهمش خبرة وزان بقولك مهتمين بالتنظير أنا أعتقد أن تجربة الحزب الدمقراطي وحزب الوفد وحزب الشعب الجمهوري بعد الانتخابات الرئاسية النتائج بالنسبة لهم بعيدا عن نتائج الانتخابات أكيد ستضيف لهم الكثير كثير من معرفة رؤية الشعب المصري الاحتكاك بالناس معرفة الناس بيهم أعتقد هتفرق معهم كتير بالنسبة لأداء الهيئة الوطنية للانتخابات في دورة العملية الانتخابية حتى الآن وحتى الاستعداد والتجهيز طبعا أنا شايف الهيئة بتتابع عن كسب عندهم لجان لرصد أي مخالفات أو أي تجاوزات عندهم بيطلعوا دائما بيانات فيها درجة كبيرة من الشفافية والصراحة وده المطلوب وأعتقد أنا قاري كمان بيقع بروتوكولات مع بعض الوزارات اللي هي نشر التوعية وده دور أساسي للهيئة الوطنية للانتخابات وهو الهيئة فيها يعني قضاء أجلاء من سواء محكمة النقض طبعا القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة أو القاضي أحمد مطر نائب رئيس الهيئة أو من محكمة للسناف القاضي محسن درديري القاضي محمد عبدواحد فيها وبالإضافة طبعا النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضاء الدولة فيها ففيها رموز قضائية وتشكيلها كل قضائي طبعا بالإضافة للجهاز التنفيذ المستشار أو القاضي أحمد البنداري فكلها أمور قضائية وتشكيلها قضائي وبالتالي وعندها تاريخ يعني جيد يعني سواء في انتخابات مجلس النواب سواء 2015 أو 2020 عندها انتخابات الرئيسية في 2018 فأعتقد أن ده الحل الأمثل وده اللي كنا بالنادي بيه لأن كان بييجي تشكيل يقولك مسلا رئيس الاستقناف القاهرة فمحترامي كان يجي رئيس الاستقناف القاهرة يعمل انتخابات والسنة اللي بعدها بيطلع معاش فييجي السنة اللي بعدها واحد تاني بتشكيل تاني بموظفين تاني فما كانش فيه فكرة الخبرات بقى لكن دي هيئة مستقلة بيتم تعيينها ست سنوات لا توجدد وبالتالي بتضمن أكبر قدر من الاستقناف